موسيقى لكل السادة المتابعين الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أعرف حضراتكم أنه جاري الآن حجز فيديو المراجعة النهائية لمدة الماس لسينيور 1 وإن شاء الله فيديو المراجعة النهائية سيكون مغطي كل الأفكار والمسائل المهمة اللي دايماً بتيجي في الامتحان وبفضل الله هتكون مراجعة هضمنك بيها أنك تجيب الدرجة النهائية اللي شايف أنه محتاج فيديو مراجعة النهائية نرجى التواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة أهلاً بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفت مسلسونس نرداً إن شاء الله هنأخذ مع بعضينا لسون سري في يونت سري في الجيومتري اللي بعنوان زي ما احنا ملاحظين في العنوان في عندي كلمة يعني علشان أجيب الريلاشن ما بين التو أرياس للتو بوليجونز دول لازم يتحقق عندي إن هما اللي اتنين يكونوا سيميلر طيب بالنسبة للسيميلاريتي احنا كنا خدنا في لسون وان وليسون تو إزاي نعرف نسبة السيميلاريتي لتو السيميلر بوليجونز أول درس اتكلمني فيه عن البوليجونز بالتحديد وقلنا الشروط الأساسية اللي أقدر أثبت بيها إن فيه سيميلاريتي ما بين تو بوليجونز إن يكون وبيكون عندي علاقة بروبورشان ما بين الكروزبوندينج سايدز وبعضها وخصصنا الكلام في لسون تو بالتحديد عن التو ريانجلز ودرسنا ثلاث حالات نقدر نسبة بيهم السيميلاريتي بتاعت الايه التو ريانجلز أول حالة معنا إننا لو لقيت تو كروزبوندينج أنجلز إيكوال إن ميجر في التو ريانجل ده والتو ريانجل ده وطبعا طالما لقيت تو يبقى أكيد التالتة متساوية كنا في الحالة دي على طول بنقدر نقول إن التو ريانجلز دول سيميلر وكانت الحالة التانية اللي عندي إن أنا ألاقي علاقة بروبورشان ما بين السري كروزبوندينج سايدز وبعضيهم ما بين التو ريانجل ده والتو ريانجل ده طيب والحالة التالتة لو لقينا علاقة بروبورشان ما بين تو كروزبوندينج سايدز كان لازم أتأكد إن الانكلودد أنجل ما بينهم إيكوال إن ميجر دول التالت حالات اللي درسناهم الدرس اللي فات وحنقابلهم برضو في الدرس ده جزئية تانية برضو مهمة جدا خدناها الدرس اللي فات اللي هي الإيقليديان فورميشن اللي هو التريانجل اللي بينزل منه altitude من الرايت أنجل على الهايبوتنيوز كان بيتكون جوة التريانجل ده تو سيميلر تريانجلز وكان الفورميشن كله متكون من سري سيميلر تريانجلز في غاية الأهمية ولا يخلو امتحان من مسألة عن الإيقليديان فورميشن وكنا اكدنا ان احنا لازم نعرف ترتيب الورتيسيز واحنا بنكتب السيميلر تي في الإيقليديان فورميشن علشان اعرف اكتب علاقة البروبورشن صح وكان فيه جزئية مهمة جدا في المسائل في الدرس اللي فات اللي هي جزئية الكمون انجل لما بيجيلي اي مسألة فيها تريانجلز منها داخلها لازم يعني يتلاحظ الكمون انجل فيه احنا في الدرس بتاعنا النهاردة علشان نجيب الريليشن ما بين التو ارياز وبعضها هنعتمد على الاوبوت اللي بيطلع لي من اللي سنتو ان علاقة السيميلاريتي بقدر اطلع منها بعلاقة بروبورشن ما بين السايدز وبعضها علاقة البروبورشن دي لو جت عملت لها سكويرنج هتبقى هي الريليشن ما بين الارياز وبعضها كده يبقى احنا خدنا مقدمة بسيطة استرجعنا فيها الحاجات اللي خدناها في الدرسين اللي فاتوا وعرفنا ازاي هنشتغل في الدرس ده يلا مع بعضيا نبدأ اول جزئية في الدرس اللي هي الريشيو بتوين ز ارياز اوف ز سيرفاسيز اوف تو سيميلار تريانجلز لو عندي تو سيميلار تريانجلز التريانجل اي بي سي والتريانجل دي اتش او هنعرف الريشيو ما بين الارياز بتاعت التريانجل ده تو الارياز بتاعت التريانجل ده عن طريق اي ريشيو معروفة للكوريسبوندينج سايدز ما بين التريانجل ده والتريانجل ده بمعنى لو انا عندي الريشيو بتاعت ال اي بي اوفر ال دي اتش هنقول ان الارياز بتاعت التريانجل ده تو الارياز بتاعت التريانجل ده هتاقوالز اللي سكويرنج بتاعت الريشيو اللي هي اي بي اوفر ال دي اتش طيب لو عندي bc over ho عن طريقها اقدر اجيب between areas تاعت الصرفص ده والصرفص ده عن طريق ان انا عملها squaring تمام كذلك لو عندي ratio ما بين ac والdo بنقول ان ratio ما بين area بتاعت الترانجل ده تو الترانجل ده ان هي squaring بتاعت ratio ما بين corresponding sides يبقى كل الان احنا حنعمله في الدرس ده إننا لو عندي ريشيو معروفة لتو كرسبوندينج سايدز أقدر على طول أجيب الريشيو ما بين الارياز عن طريق إننا أعمل سكويرينج للايه للريشيو دي يبقى ده مش كده وبس أنا لو عندي هنا ألتيتيود وعندي ألتيتيود ممكن نعرف الارياز عن طريق الريشيو ما بين الألتيتيود ده والألتيتيود ده يعني ممكن نزود هنا ونقول إن الريشيو ما بين الارياز دول حت إيقوالز الال أوفر الدي أم سكوير يعني الريشيو بتوين الارياز لتو سيملر تريانجلز إيقوال زا سكوير أو زا ريشيو بتوين تو كرسبوندينج هايتز انزل طيب يلا نشوف اكزامبل وان مسائل طبعا بتبقى سهلة جدا اكزامبل وان بيقول لي إذا ريشيو بتوين زا سيملر تريانجلز إز ناين أوفر سكستين وبيقول لي زا بريمتر افزا سمولر تريانجل إز سكستي سنتيمترز فاينزا بريمتر اوف زا جريتر تريانجل أنا عندي تو سيملر تريانجلز عرفنا إن السيملاريتي ريشيو اللي هيكيه كابت إيقوالز إيه كابت إيقوالز الريشيو ما بين الكورسبوندينج سايدز وكانت برضو بتإيقوالز الريشيو ما بين البرامتر للتريانجل الأولاني أوفر البرامتر للتريانجل الثاني وإحنا عندنا الاريا بتإيقوالز بتاعت الريشيو لأي تو كرسبوندينج سايدز وبالتالي الريشيو ما بين الاريا بتاعت التريانجل الأولاني تو الاريا بتاعت التريانجل الثاني ممكن برضو نقول إنها هتإيقوالز للسكويرينج للايه للراشيو بتاعة البرامترز يبقى ممكن هنا نعوض ونقول أن الناين أوفر سكستين للراشيو بتاعة الارياز دي هتإكوال زي معانا السكويرينج بتاعة الراشيو للايه للبرامترز واللي منها ممكن نقول أن البي وان أوفر البي تو هتإكوال زي معانا السكوير روت لناين طبعا المفروض أقول ولكن أنا بتكلم عن لانس فحتلقوني على طول بكتب البوزتف روت يبقى زين البي وان أوفر البي تو هتإكوال زي معانا روت الناين بسري وروت السكستين بفور هو هنا بيقول أن البرامتر بتاع السمولر تريانجل إز سكستي نيك هنا في الدرافت أعمل بي وان تو بي تو راشيو عندي سري تو فور السري بار تزدو لكافئهم ده الدينة 20 اللي هي 80 سنتيمترز زي ما انتم شايفين التطبيق على القانون سهل جدا يلا نشوف اكزامبل 2 اكزامبل 2 بيقول لي A-B-C is a triangle of area 62.5 cm2 يعني التريانجل ده A-B-C الاريا بتاعته معروفة وعندي الـ X-Y parallel to mean للـ B-C ومديني الراشيو ما بين A-X-2-X-B بـ 2-3 اللي هو طلبه عايز الاريا بتاعت الفيجر X-B-C-Y قبل ما أحل المسألة دي لازم الاريا دي أعرف حاجبها ازاي طيب هي الاريا دي عبارة عن ايه؟ أبارة عن التريانجل الكبير لما ناخد منه الاريا الصغيرة دي يديني ايه؟ الاريا دي يعني الاريا دي هتنتج من عملية subtraction للاريا الصغيرة من الاريا الكبيرة طيب هل أنا عندي 2 similar triangles احنا خدنا الدرس اللي فات ان وجود parallel lines بيعمل لي مجموعة من equal angles زي ايه؟ الانجل دي كده هتتساوى مع الانجل دي هما الاتنين corresponding والانجل دي هتتساوى مع الانجل دي هما الاتنين corresponding يبقى لقينا 2 angles متساويين ما بين التريانجل الصغير والتريانجل الكبير وبالتالي الاتنين هيكونوا similar يبقى ممكن نقول كده in في الاتنين في في الاتنين في الاتنين AXY and ABC عندي المجر وفي الاتنين AXY بتاقومي الاتنين بالتريانجل للانجل ABC ليه؟ هما الاتنين وعندي الميجور للانجل ayx بتاكولز الميجور للانجل a c b هم الاتنين برضو نخلي دي 1 ونخلي دي 2 ونقول from 1 و2 يبقى زين الترانجل هو a x y ده سيميلر للترانجل هو a b c واللي منها ممكن نقول زين ال a x over ال a b هي ايقولز x y over ال b c هي ايقولز ال a y over ال a c يعني ال a x over ال a b هي ايقولز معنا ال a x y over b c هي ايقولز معنا ال a y over a c الكلام ده هيسوي كام؟ هيسوي 2 2 5 يبقى زين ال a r i c ال a r i c ايقولز ال a r i c ال a r i c وعرفنا ان المنطقة ديت او الاريا ديت عبارة عن difference ما بين الاريا الكبيرة والاريا الصغيرة يبقى نيجي في الرفت ونعمل كده اقول كده الاريا of AXY to area of ABC وحقول هنا difference سيبقى الاريا بتاعت الشكل ده XBCY طيب الاريا هنا كان بارت 4 بارت والاريا هنا كان بارت 25 بارت يبقى difference ما بينهم 21 طيب اللي متعرف عندي هنا هو معرف لي الاريا بتاعت الترينجل الكبير يبقى 25 بارتز دول are equivalent to 62.5 سنتيمتر سكويرد يعني 25 جزء دول يكافئهم الاريا دي اللي احنا عايزينه عايزين difference او الاريا بتاعت الشكل ده يبقى زين الاريا الاريا الـ XB CY حت equals حيبقى ده times ده divided 62.5 times 21 divided 25 25 لما ليجي نعملها كالكوليتور حتدينا 52.5 cm squared اكزامبر سري بيقول لي ABC is a triangle in which AB equals AC عادي triangle ABC ده ايزو سترينجل AB equals AC ومتديني في الشكل ده two equal angles الانجل BAH equals d ومتديني علاقة ما بين الاريا بتاعت الترينجل ACD اللي هو الترينجل ده والترينجل التاني اللي هو الABH اللي هو الترينجل ده العلاقة دي بتقول لي ان الاريا دي four times الاريا دي بيقول لي proof ان السايد DC equals twice السايد AC افكر في المسألة ازاي اولا انا عندي معلومة ان المسألة فيها اسوسلس ترينجل لو عندك اسوسلس ترينجل دايما فكر في حاجتين دايما المسألة اسوسلس تفكر ان انت هتستفاد من حاجتين اول حاجة ان انت عندك two equal angles ادي انجل بالإقوال الانجل دي ال two equal angles دول على حسهم هتلاقي another two equal angles اللي هم مين اللي هم الانجل دي والانجل دي لان دي 180 من دي و دي 180 من دي يبقى دي equals دي تمام ايه تاني؟ الحاجة التانية اللي ممكن تفيدني من الاسوسلس ان انا عندي two equal sides عندي الAC بيقوال الAB علاقة التساوي دي هتفيدني في ايه؟ ممكن بعد ما نكتب علاقة البروبورشن بعد ما نثبت ان الاثنين دول similar علاق ان انا محتاج AC وانا مش شايفها قدامي شايف قدامي الAB او العكس علاق ان انا محتاج الAB ومش شايفها شايف قدامي الAC فتعمل في حسابك ان انت ممكن يشيل الAC تحط مكانها الAB او العكس يبقى عود نفسك اي مسألة ايه اسوسلس تركز في الحاجتين دول طيب نبدأ المسألة ازاي؟ في علاقة ratio ما بين two areas يبقى نقول كده الarea of triangle هو a c d to الarea of triangle هو a b h equals four divided one علاقة الarea دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي حاول تثبت ان التريانجل ده والتريانجل ده اللي اتنين similar زي ما انتوا شايفين في triangle a c d الانجل دي بتاكولز الانجل دي مع التريانجل التاني والانجل دي بتاكولز الانجل دي طيب ما لقينا two equal angles يبقى two triangles دول are similar يبقى نقول كده ان من two triangles اللي هم نركز بقى في التسمية a b h and مين اللي قدام a الناحية التانية في التريانجل التاني ال d من اللي قدام b c يبقى d c a ما لهم two triangles دول since ان المجر of angle b a h بتاكولز المجر of angle a d c ده كده given هو ميديني المعلومة دي ونخلي دي one اي كمان الانجل دي بتاكولز الانجل دي المجر of angle a b h بتاكولز المجر of angle a c d هم اللي اتنين بيساووا كام؟ كل واحدة منهم بتساوي one hundred eighty minus المجر of angle a b c نخلي دي كده two يبقى from one way two يبقى زين triangle اللي هو a b h هيبقى similar لل triangle اللي هو d c a من علاقة similarity نكتب علاقة proportion ما بين وبعضهم يبقى زين اول ratio عندي side a b over d c دي هت ايكولز الرشو اللي هي ال b h over c a دي هت ايكولز معانا ال a h over d a طيب علاقة ال proportion ديت او ratio ما بين corresponding sides وبعضها ممكن نربطها بال a بال area ده الدرس بتاعنا النهاردة يبقى زين area of triangle اللي هو a c d over area of triangle اللي هو a b h هت ايكولز ايه؟ عيني هنا تروح لمن؟ تروح للي هو طالبه هو طالب ال d c مع ال a c نيجي نبص هنا فين ال d c ادي ال d c اهيه يبقى انا عندي هنا d c وهنا b نقلبها يبقى عندي هنا d c over a b وطبعا ما ننساش ان ده لازم يكون square طب ده هيقوالز كام؟ هيقوالز 4 over 1 يبقى نقدر نوع على طول ان d c over a b ده بيقوالز square root بتاع الرشو ديت يبقى زين d c over a b هيقوالز square root 4 over 1 اللي هي 2 over 1 يبقى زين على طول d c هيقوالز twice a b طب هو هنا عايز في المسألة انه نثبت ان d c بيقوالز twice a c انت عايز a c ما تنساش ان الايزوسترانجل ممكن اشيل a b وحط مكانها a c يبقى عنيك هنا هنكمل ونقول وسنس ان الترانجل اللي هو a b c is an isosless triangle يبقى زين a b equals a c يبقى زين d c هيقوالز twice a c يبقى انا كده خلصت المسألة يلا نشوف اكزامبل فور اكزامبل فور بيقول لي a b c is a triangle inscribed in a circle such is that a b over a c by five over three عندي triangle مرسوم جوا دايرة ومديني ريشيو ما بين two sides فيه يقول لي draw a b ده ما له ده to be a tangent للسيركل at a اللي هو طلبه عايز الارية تحت triangle a c d to الارية بتاع triangle a b c يعني التريانجل ده والتريانجل اللي هو ده يبقى معنا كده ان انا لازم افكر ان انا اجيب similar triangles اللي هتوصلني لعلاقة ريشيوز ما بين السايدز وبعضها وعن طريقها اقدر اجيب العلاقة بتاعت الريشيوز ما بين الارياز وبعضها ناخد بالنا من حاجة مهمة في المسألة وانا بقرأ المسألة بيقول لي عندك triangle inscribed in circle معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عندي inscribed angle برضو في المسألة بيقول لي عندي tangent معنى كده ان عندي tangential angle يبقى انا وانا داخل كده في المسألة اخد بالي ان ممكن الاقي انسكرايب the angle بتاكوالز ايه؟ tangential angle لما بنيجي نذاكر geometry بيذكرها ازاي؟ كل مسألة بيذكرها لازم الفكرة بتاعتها عرفها كويس هيا دي طريقة مذاكرة الجيومتري ان انا بجمع افكار يبقى لو بصنا في الرسمة حلقة ايه؟ ايه دي tangential angle اهي tangential angle دي بتساوي الانسكرايب the angle دي هما الاتنين مشتركين في نفس الارك AC طيب علشان اطلع بقى two similar triangles نفكر ازاي؟ طبيعي ان انا افكر في التريانجل ده والتريانجل ده لان احنا لقينا فيه angle هنا بتاكوالز angle هنا طب اجا بص على الانجل دي والانجل دي والانجل دي والانجل دي مش هنقدر نثبت ان في حاجة منهم متساوية طب نتصرف ازاي؟ احاول اغير تريانجل منهم يعني التريانجل الاخضر ده لو جينا ركزنا على الانجل دي هادي الانجل دي موجودة هنا؟ لا اما الموجودة فين؟ موجودة في التريانجل الكبير اللي هو DAB والتريانجل الكبير ده الانجل دي برضو موجودة فيه يبقى انا كده قدرت اطلع two triangles في الرسمة اللي اتنين فيهم two equal angles يبقى هما دول اللي حيساعدوني ان انا اجيب علاقة proportion يبقى تقول كده in في التوتر ايانجل دولهم ناخد بالنا من الترتيب الكبير اسمه ABD صغير اسمه A and ليه؟ هما الاتنين subtended boy the same arc اللي هو ايه؟ الارك ايه سي؟ طيب ايه كماه؟ is a common angle is a common angle over over c a يبقى انا كده نجحت ان انا اجيب علاقة proportion في المسألة وبالتالي حقدر اجيب علاقة ratio ما بين الاراة تحت ترانجل ده والاراة بتاع ترانجل ده يبقى نقول كده area of ترانجل اللي هو ABD to الاراة تحت ترانجل اللي هو c a d هات equal الاراة تحت ترانجل يعني 25 over 9 طيب هل هو ده المطلوب؟ هل هو عايز الاراة بتاع ترانجل a b d to الاراة تحت ترانجل a b c لا ده هو عايز a c d للا a b c طب ال a c d انا عندي ratio لها اللي هي 9 طب ده اجيبه ازاي؟ طب هو ده عبارة عن ايه؟ الاراة تحت ترانجل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاراة تحت ترانجل الكبير ناقص الاراة تحت ترانجل ده؟ يعني difference ما بين ال two areas يبقى انا ممكن اي كده في الدرافت التاعي وأعمل كده نعمل كده draft اقول فيه القاتي اقول ان الاراة of ترانجل اسمه a b d to الاراة of ترانجل اسمه c a d اللي هو اللي اخدر ده هنا اعمل ايه؟ difference اكتب difference و ال difference ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الاراة of ترانجل اللي هو a b c واكتب ال ratios اللي عندي ال a b d 25 بارتز من الايه؟ من الراشيو c a d 9 بارتز طيب ال a b c ال difference ما بين الراشيوز وبعدها كم بارتز؟ 16 بارتز يبقى نقدر نقول دلوقتي then الاراة ترانجل اللي هو a c d to الاراة of ترانجل اللي هو a b c هتاكولز معانا ال a c d cam 9 ال a b c 16 يلا نشوف مسألة تروي بيقول ايه؟ the ratio between the parameters of two similar triangles is four to five if the area of the greater one is one hundred fifty centimeter squared find the area of the smaller triangle ناخد بالنا من حاجة مهمة في المسألة دي هو انا لو عندي اي two triangles واحد ليه برامتر والتاني ليه برامتر ممكن اجيب ratio ما بين البرامتر بتاعة ترانجل ده والبرامتر بتاعة ترانجل ده هل معنى كده ان هما الاتنين similar؟ لا طبعا مش معنى كده ان هما الاتنين similar يعني مش اي two triangle يجيب لي علاقة ما بين البرامتر بتاعة ده والبرامتر بتاعة ده اقدر اخد ال ratio دي وطبق عليها ال ratio بتاعت الarea امال انا في المسألة دي فين الكلمة اللي بتسمحلي بكده الكلمة دي بيقول لي two similar similar لو ما كانش ايه اللي similar ما كنتش أقدر أقول ان الاريا بتاعت التريانجل ده 2 الاريا بتاعت التريانجل ده بتاقبل بالراته تمام؟ يبقى احنا هنا حنقول since ان الـ 2 triangles are similar يبقى زين على طول الاريا 1 divide the area 2 هتاقبل معنا الـSquaring بتاعت الـRatio بتاعت الـParameters لاحة الـEqual معنا 4 over 5 squared يعني 60 over 25 مديني الــArea بتاعت الـGreater عايز الـArea بتاعت الـSmallar ده شغل الـGreed 6 هاته ابتدائي نيجي هنا في الدرافت ونقول الـArea of الـSmallar to الـArea of الـGreater أريت الـSmallar 16 بارت أريت الـGreater 25 بارت 25 بارت يكافئهم 150 سنتيمتر سكويرد يبقى الـArea هنا بكام يبقى تقول كده الـArea of the smaller triangle سنتيمتر سنتيمتر زي معنا ده times ده divided 16 times 150 divided 25 ده يديني 1 ده يديني 6 يبقى 96 سنتيمتر سكويرد يلا مع بعضنا دلوقتي نشوف مجموعة من الرمركس المهمة جدا اللي حتساعدنا في حل المسائل أول الرمركة معي بتقول لي إيه لو أنا عندي two similar triangles يعني التريانجل ده similar to التريانجل ده والtwo triangles دول متعرف ليهم two medians يعني ال-A-L ده median وال-D-M ده corresponding median للmedian ده في الحالة دي أقدر أجيب ratio ما بين الـArea بتاعت التريانجل ده والـArea بتاعت التريانجل ده ونعرفها ونقول إن هي بتاع الرشيو ما بين الميديان ده والميديان إيه والميديان ده يعني ممكن نضيف على الرشيو بتاعت الصيدز الرشيو بتاعت الإيه الكورسبوندنج ميديانز الرمركة بتاعتنا بتقول إن الرشيو طبعا إحنا عارفين إنه تريانجل لسري ميديانز طيب إيه كمان لو أنا عندي والتنين برضو سيميلر والتو تريانجلز دول متعرف ليهم أنجل باي سيكتور يعني الأن ده بنسميه أنجل باي سيكتور يعني بيبيسكت الانجل ده كذلك الدي زد أنجل باي سيكتور بيبيسكت الانجل ده في الحالة دي برضو نقدر نجيب علاقة للإيريا بتاعت التريانجل ده والإيريا بتاعت التريانجل ده وبنعرفها عن طريق الانجل باي سيكتورز دايات بنقول ان الرشيو بتاعت ده تو الرشيو بتاعت ده هتاقوالز اللي سكويرينج بتاعت الرشيو للا اي ان اوفر الديزرز يبقى انا ممكن اجيب الاريا عن طريق الرشيوز ما بين الكوريسبوندنج سايدز وبعضيهم والميديان والانجل باي سيكتور طيب يلا نشوف الرمارك اللي بعد كده ناخد بالنا هنا بعد هنا انا معنديش سيميلارgehenجلز هنتكلم عن اي تو تيرة ما لهم التو تيرة دول ليهم كوموم بيز تو تيربيز الليهم ايه ليهم كوموم بيز نقدر نعرف لهم باردو رشر ما بين الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده بس المرادي عن طريق حنقول في الحالة دي ان الاريا تحت ترانجل abc تو الاريا تحت تريانجل dbc هتاقوالز الراشيو ما بين الهيط ده والهيط ده وناخد بالنا هنا مفيش سكويرينج دي مهمة جدا هنا ما بعملش سكويرينج للراشيو دايت يبقى على طول ما قلتش طيب الرمارك اللي بعد كده دي برضو رماركة مهمة هنا برضو ما عنديش ولكن عندي ايه عندي تو توريانجلز اللي اتنين ليهم كومون هايت ايه دي الكومون هايت جاي لبرا طالما تو توريانجلز ليهم كومون هايت يبقى بنسبة كبيرة جدا الطو توريانجلز هنلاقيهم اوبتيوز ا lined في الحالة دي نقدر نعرف ريشيو ما بين الاريا لالتوريانجل ده والاريا لالتوريانجل ده عن طريق ايه بقى؟ عن طريق البيزز دي في الحالة دي هنقول ان الاريا تحت الرنجل ده تول ايريا تحت الرنجل ده هاتاتيكوالز اللينز بتاعة البيزز دي ونأخذ بالنا ما عنديش هنا ايه السكويرينج فقط بيجي في حالة السيملار تريانجلز لكن في حالة التريانجلز اللي ليهم كومون بيز او كومون هايت الريليشن بتاعت الاريا ما بنحطش فيها سكوير هنا الرماركة بتقولي ان لو انت لسه متابعني لحد دلوقتي ومهتم بالمحتوى العلم اللي بتقدمه القناة اتمنى ان انت تدوس لايك ويساعدني اكتر ان انت تسيب كومنت تعبر به عن رأيك في الفيديو اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق ودافون كاش على رقم اللي قدامك وعالشاش يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 5 بيقول لي وبيقول لي ان وعندي البي موجود على البي سي يعني عندي وقلنا لما عندي يبقى عندي ونقدر عن طريقهم نجيب برضو بره يعني الانجل دي كده حتقال الانجل دي كده ده مش كده وبس الايزوسلس ممكن اشيل صيد وحط مكانه الصيد التاني لو استدعى الامر او احتاجت لكده بيقول لي الان تانجنت وطالما عندي تانجنت يبقى عندي تانجنتشل انجل وعندي هنا انسكرايب تروانجل يبقى حلاقي برضو انسكرايب دي انجل حتساوي تانجنتشل انجل يقول لي بروف ان البي ان تو الدي سي بيقالز معانا الان تو السي اي لو قددينا استر birlس لي الاريس و انزل لنا من ال ا اكس معنى كده ان الان حيبقى التطيججججججججججججججججę هم اصلاً similar لان الانجل دي equals الانجل دي والانسكرايب دي هتاقولز معايا التانجينشي الانجل دي ويبقى عندي تريانجل ABN ده similar للتريانجل CDA هينتج من السيميلاريتي مجموعة ريشيوز من ضمنها الان over AC وعن طريقة هنعرف الاريا ونسويها بالاريا بتاعت CD over BM طيب يلا نمشي في مسألة كده نبدأ نقول ايه في الانجل اللي هم ABN and الا قدامها C والب قدامها D يبقى CDA ما لهم دول المجر of angle NAB but equals the measure of angle ACD ليه؟ هما الاثنين sub tendeded boy the same arc وعندي وعندي of angle ABN of angle c d a وهم الاثنين هاي اقوال معايا one hundred eighty minus الانجل دي او الانجل دي لها ABX نخلي D one ونخلي D two يبقى from one و two يبقى زال triangle ABN similar to triangle c d a يبقى زال نقدر نكتب علاقة البروبورشن ما بين sides وبعضها يبقى AB over c d هتقوال bn over d a هتقوال an over c a a واللي منها ممكن نقول in area of triangle ABN الarea of triangle c d a equal معايا الـ squaring تعايا رشو من دول طبعا هناخد دي علشان هو هنا طالب an و c a يبقى هنا an over c a squared اللي هي طبعا هتساوي an squared over c a squared نخلي دي كده سري طيب ناخد بالنا الطبعين two triangles دول اللي هم common height و sans ان triangle a b n و triangle c d a have a common height اللي هو ax يبقى زين الاريا of the triangle abn to the area of the triangle اللي هو cda ستقوم بقية معنا البيس ديت divided البيس ديت bn over cd ونخلي دي كده فور يبقى نقدر دلوقتي نقول from three and four يبقى زين البي ان to cd هيقوال زي معنا an squared to ca squared كده يبقى احنا خلصنا اول جزئية في الليسون يلا مع بعضين نشوف تاني جزئية اللي هي في عندي فاكت مهم قوي بتقول لي ايه فاي two similar polygons اي two polygons عندي والاتنين similar البوليجونز دي ممكن اقسمها لنفس العدد من the triangles والتريانجلز ديت كل واحد فيهم similar للايه اللي قدامه يعني any two similar polygons can be divided into the same number of triangles each is similar to its corresponding one يعني التريانجل ده similar لده التريانجل ده similar لده والتريانجل ده similar لده وناخد بالنا ان الكلام ده مش عالبوليجون ده وبس لا الكلام ده على اي نوع من البوليجونز لاي عدد من بس المهم ان البوليجونز تكون من البوليجونز حاجة كمان لو عايزين نحسب عدد التريانجلز اللي حاجيلي من رسم الدياجونز حنقول انها equals in minus two triangles والان ديت عبارة عن عدد يعني البوليجون ده is a pentagon يعني الان عندي هنا بكام الان عندي بفايف رسمنا فيه كام تريانجل رسمنا in minus two يعني five minus two اللي هي three triangles يلا مع بعضين نشوف هنتعرف دلوقتي على ما بين الارياز لتو السيميلر بوليجون العلاقة عندي سهلة وبسيطة زي السيميلر تريانجلز بالظبط لو عندي البوليجون ده ما بين الارياز هنا والارياز هنا يعني هنعمل زي ما عملنا في التريانجلز بالظبط طيب يلا نشوف اكزامبل سيكس يقول انا عندي القانون بتاع بيقول لي ايه؟ ان الارياز تاعت اول بوليجون ديفايد الارياز بتاع التاني بوليجون بتايكوالز ايه؟ ها؟ الرشيو ما بين البرامتر ده تو البرامتر ده يعني الرشيو ما بين التو ارياز للتو بوليجونز هتايكوالز معانا هنا سيري ديفايد تو سكويرد اللي هي ناين اوفر الفور هو عايز الارياز بتاعت كل واحد ومديني الارياز يبني ايه هنا في الدرافت الارياز بوليجون 1 2 الارياز بوليجون 2 ونكتب هنا الارياز البرامتر اول بوليجون عندي ناين والساكند بوليجون عندي الصم بتاعهم كان سيرتين السيرتين بارتس دول او بيكافئهم وان هندرد ناينتي فايف سنتيميتر سكويرد نجيب ده ازاي نجيب ده ازاي شو غده القديم بتاعنا نبقى نقول كده الارياز والارياز الارياز بوليجون هذا هو الصم بتاعهم 195 نشيل منهم 60 سنتيمتر اللي هي 135 سنتيمتر سكويرد يالله نشوف الأكزامبل اللي بعد كده أكزامبل سيفن يقول لي بيقول لي بروف زت إثبت أن إحنا لو عملنا كون نصدق براجعة طريق هو هنا بيقول لي إثبت أن إنت لو عندك وروح تراسم البوليجون اللي مرسوم على الصيب بتاع الهايبوتنيوز الاريا بتاعته الاريا بتاعت البوليجون ده بلس الاريا بتاعت البوليجون ده نحلل المسألة دي ازاي إن البوليجون البوليجون يبقى تاعت المسألة بلس تضيف المصدر من المساعد m تضيف نغال نغال Ac og x bc و هذهكدا 2 نعمل نضيف لي لأجزاء 1 و 2 ينتج عندي الات الاريا 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 الام الام يسبق معنا اب سكويرز دفايد البي سكويرز الام بلاس الائي بلاس الاء السكويرز دفايد البي سكويرز اللي هي هنا يابقى الامβ سكويرز بلاس الام tre دفايد الام Cavaine ويبقى ازان على طول الاريه او البوليجون ال بلاس الاريه او البوليجون ال ديفايد الاريه او الام حت ايقوالز بي سي سكويرد اوبر البي سي سكويرد اللي هي الوان وطبع بتسوي وان يبقى النيومريتور ايقوالز الديوميناتور يبقى زان الاريه او الام هات ايقوالز معانا الاريه او البوليجون ال بلاس الاريه او البوليجون ال مسألة تعتبر طويلة شوية لكن احنا في الامتحان طبعا نادره ما هيجيلنا مسألة بروف زي دي يلا نشوف اpezامبل ايد ميديني تو سيميلر بوليجون والدياغونيتور تعتاه تانتخلت milhões في الام والان يقول لي بروف ان الاريه تحت البيلجون ده كل الاريه تحت البيلجون ده المسألة دي تعتبر من المسائل الجميلة لأننا لما بخش المسألة ما أقدرش أقول أن التريانجل A B M سيميلر للتريانجل A DASH B DASH N وما لنقول إيه مين هي التريانجلز اللي سيميلر التريانجلز اللي سيميلر اللي بتنتج من رسم الدياجونالز يعني على سبيل المثال التريانجل ده اللي هو A B C والناحية الثانية هي بقى اللي قدامه التريانجل ده ده سيميلر لده طيب ينتج ابن السيميلاريتي إن الأنجل 1 equals الأنجل 2 ولو جينا بصنا للتريانجل اللي هو A B D اللي نتج من رسم الدياجونال B D هنلاقي إنه هو سيميلر للتريانجل A D DASH B DASH وينتج إن الأنجل 3 equals A الأنجل 4 نيجي دلوقتي بقى نبص على 2 تريانجلز دول نلاحظ إننا عندي 2 أنجلز هنا equal ل 2 كروسبوندنج أنجلز هنا يبقى التريانجل ده similar للتريانجل ده وينتج عندي ratio M B over N B DASH اللي هي هتساوي A B over A DASH B DASH اللي عن طريقها بنقول إن الاريا بتاعت البوليجون ده 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 نكتب الحل بتاعنا إزاي نقول كده sense من التريانجل اللي هو A B C ده similar للتريانجل اللي هو A DASH B DASH C DASH يبقى زين الميجر of angle 1 B equals الميجر of angle 2 ذا كده 1 وسنس N التريانجل اللي هو A D B ده similar للتريانجل اللي هو A D DASH B DASH يبقى يبقى الانجل 3 equals الانجل 4 يبقى زين الميجر of angle 3 هي equals معنا الميجر of angle 4 ده كده 2 from 1 و 2 يبقى زين التريانجل اللي هو A B M ده similar للتريانجل اللي هو A DASH B DASH N يبقى زين يبقى زين A B over A DASH B DASH equal معنا B M over B DASH N ونخلي ونخلي وانا عندي two polygons are similar و since in A B C D similar لل A DASH B DASH C D DASH يبقى زين ونقوم بزين A DASH B DASH C D DASH of A B C D divided of A DASH B DASH C D DASH وانا عندي ده يبقى نقدر نشيل دول ونجيب مكانهم الرشو ديت يبقى 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 زين نكتب الرشو دي تاني ويبقى انا كده عملت بروفينج للمسألة وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية لسون سري في يونت سري يارب اكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيلكوا ان شاء الله